اهلا وسهلا بكل متابعيني يارب تكونوا كويسين النهاردة هنعمل ورقة اللحمة بطريقة سهلة جدا ومقادير بسيطة خالص بس يلا بقى لو لسه بتشوفوني الاول مرة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وحطوا لايك عشان اللايك بتاعكم بيفرق معايا جدا والفيديو بتاعنا النهاردة يستاهل لايك منكم يلا هنقول بسم الله وندخل على المأدير اهم حاجة في ورقة اللحمة نوعية اللحمة اللي انت هتستعمليها قطعتوا كده رفيع عشان ما ياخدش وقت في السوا النوع ده بفضله جدا في ورقة اللحمة لانه ما بياخدش وقت خالص في السوا والقدار بقى اللي انا هستعمله اهم حاجة لازم يبقى متقطع متوسط ولا صغير ولا كبير انا استعملت طماطب وبطاطس وجزر وفلفل الوان وكمية بصل تكون كبيرة كده وتقطعيها برضو جوليان او جوانح كده لازم نستعمل كمية بصل كبيرة عشان هي دي اللي هتدي طعم لورقة اللحمة حلوة قوي انا هنا استعملت خمس بصلات كبار وعندي هنا عشر فصص طوم والتوابل اللي هستعملها روزماري وكبابة سيني وفلفل اصمر حصر يعني مش مطحون اول حاجة هجيب بقى جوست الطيب وهتبل بيها اللحمة هتدي طعم طحف للحمة وهقلب بقى اللحمة كويس جداً بعد ما قلبتها بقى كويس جداً هاجي بقى للتوابل اللي احنا سايبينها صحيحة هاخدها على النار في طاصة لغاية مراحتها تطلع على نار متوسطة اول ما رحت التوابل تطلع معايا على النار هحطوهم في الهول بقى وحط عليهم الطوم وحط معاهم معلقة كبيرة ملح وهدقوهم كويس جداً لغاية ما ينعموا معايا خالص لو عايزة تستغني عن الخطوة دي اضغبيهم في الكبة هحط الخضار بقى في حاجة واسعة عشان عارف اقلبه كويس واخلطه كله كويس جداً مع بعض وحط عليه البصل انا البصل حطيت عليه نص الطوم والتوابل اللي احنا دقناهم مع بعض والنص التاني هحطه على اللحمة وحط كمان معلقة كبيرة صلصة وهخلطهم بقى كويس جداً وحط فيها ورق فويل وبعدين ورق زبدة انا ورق الزبدة واسقة فيه لو انت مش واسقة فيه ادهنيه برشة زيت وهرس بقى فيه اللحمة طبعاً احنا تبّلنا اللحمة بالتوم والتوابل اللي احنا ضربناها في الهول حطنا نص التوابل على الخضار والنص التاني على اللحمة عشان اللحمة تبقى متتبّلة معايا وتعمها حلوة قوي بعد ما خلصت غص اللحمة هحط بقى نص كمية الخضار بعد ما حطيت نص كمية الخضار هغص بقى بقية اللحمة فوق الخضار وبعدين هنزل بقية كمية الخضار بعد ما خلصتهم بقى هقفل عليها بورق الزبدة كده هحاولي أقفلها كويس جداً وهجيب برضو ورق زبدة كده أهم حاجة نقفل عليها كويس جداً بعد ما قفلتها كويس جداً هغطيها بقى بورق الفويل هحكمه كويس جداً وبعدين هدخلها الفرن على درجة حرارة متين في الرف اللي في النص هتاخد بالزبط 9 لربع وتطلع كل حاجة مستوية معاكي بصي ما شاء الله كل حاجة مستوية ورحتها طبعاً تحفة جداً وطعمها فعلاً كان مميز جداً بالتوابل اللي احنا حطناها التوابل قدت طعم لللحمة والخضار حلوة قوي يريد تجربوها بنفس التوابل اللي انا عملتها هتفرق معاكو جداً أنا طبعاً بعد ما خلصتها هحطها بقى تحت الشواية عشان تاخد لون حلو من فوق بصي ما شاء الله كل حاجة مستوية ازاي البطاطس مستوية جداً واللحمة مستوية كويس جداً وطرية جداً بصي ما شاء الله اللحمة جوسي ومستوية جداً وطرية جداً يلا بقى جربوها بتريقتي واكتبولي في الكومنتات رأيكو فيها ايه هتعجبكو جداً لو جربتها بنفس التوابل اللي احنا عملناها ونفس الطريقة بصي شكلها لو مش عندك نفس نوعية اللحمة اللي انا استعملتها استعملي اي نوع انت بتفضليه وقطعهم كعبات صغيرة عشان يستوي كويس جداً وما ياخدش وقت في السوى ويستوي هو والخضار مع بعض يلا بقى احطوا لايك عشان ان شاء الله الفيديو ده هيعجبكو واشتركوا في القناة لو لسه بتشوفوني الاول مرة وفعلوا الجرس عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله ويلا بقى اجربوه واشير لاصحابكو عشان قناتي توصل لأكبر عدد من الناس واشوفكو في فيديو تاني ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة